أهلا بكم رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم عبر الاتصال المريء لاجتماع الحادي والخمسين لمجلس دارة دارة الملك عبد العزيز أكد خادم الحرمين الشريفين أيده الله خلال الاجتماع أهمية العناية بالتاريخ الوطني ونشر المحتوى التاريخي للجميع والاطلاع عليه والاستفادة منه منوها بجهود دارة الملك عبد العزيز خلال خمسين عاما منذ إنشائها وما تتطلع إليه في المستقبل وفق رؤية المملكة لعام 2030 هذا وقد نقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر عددا من القرارات منها الموافقة على استراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام من 2021 إلى 2023 وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية كما وفق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور خمسين عاما على تأسيس الدارة في العام القادم وقد صادق المجلس على الحسابين الختاميين للدارة للعامين الماليين 1441-1442 وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها خلال العام